العنف ضد النساء وزواج القاصرات والأطفال ليس جديدا في اليمن هناك تقرير للأمم المتحدة عن العام الماضي وصل عدد يقول فيه وصل عدد الأطفال المتزوجين في البلاد إلى أربعة ملايين طفل لكن سنوات من الحرب فاقمت من هذه الأزمة الإنسانية البشعة العنود حسين الشريان شابة يمنية عمرها تسعة عشر عاما تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما تعرضت له من عنف أسري وأيضا اعتداء من قبل رجل هو طليقها اعتدى عليها بشكل مروع في شهادة نادرة على معاناة كثير من النساء في البلاد روت العنود تفاصيل مأساتها ننوح هذه المشاهد قد تكون مؤلمة جدا تقول الفتاة إن والدتها اجبرتها على الزواج وهي في سن الثانية عشرة بعد وفاة والدها لحمايتها وبعد تعرضها لعنف أسري لأعوام تمكنت من الانفصال عن زوجها انتقلت للعيش مع شقيقتها وقررت العودة للدراسة دراسة التمريض إلا أن زوجها السابق عاد بعد أربع سنوات تقريبا وهاجمها بالأسيد بعد أن رفضت العودة إليه تروي العنود ما حدث في دقائق معدودة عندما أتى زوجها إلى منزل شقيقتها استمعوا إليها حتى الآن لم يتم القبض على زوج العنود السابق والذي تصف حياتها معه بالجحيم كثيرون تفاعلوا مع قضية الفتاة اليمنية وما تعرضت له قاسم هيثم يقول الله أكبر على زوجها قبح الله صورته وقبح الله القضاء إذا لم يأخذوا حقها من زوجها حسبون الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جهان على طفولة مضطهدة اتناع 12 سنة مزوجينها لساتها طفلة حرام وتتطلق وتعيش هاي المأساة ليش؟ لأنه إمها تحب تسترها بسم الحارث حسبنا الله ونعم الوكيل لا قانون يحمي الأطفال والنساء في اليمن من بعض العادات والتقاليد والتطبيق الخاطئ لمفاهيم دينية مغلوطة تعاني العنود من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة ستحتاج إلى عمليات جراحية وتجميلية كثيرة لكن الأثار النفسية للاعتداء عليها ستلاحقها لسنوات طويلة هكذا يوضح طبيبها متوكل شهاري هذه طبيعة الحروق الكيمية الأسف الشديد تعتبر مأساة بالنسبة للمريض وفوق المأساة الجسدية مأساة نفسية لأن المريض خصوصا أنها بنت في مكتبل العمر تكون الأثر النفسي عليها شديد وكما هم لاحظ حالتها تدخل في مود اكتئاب لأني بنت في مكتبل العمر وتعرضت لتشويه مش تشويه بسيط شوهت منضقتها الوجه والرقبة وهي في مكتبل العمر بسبب الحرب المستمرة في اليمن لم تعد هناك منظمات كافية لدعم حقوق النساء أو رعايتهن صندوق الأمم المتحدة للسكان نشر تقريره عن العام الماضي بأن نحو 2.6 مليون فتاة وسيدة معرضات للعنف في اليمن شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها